الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بالنعم الجزيلة ووافانا بالخيرات العديدة نحمده وأنهدانا لدين الإسلام ووفقنا لأداء أركانه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا أما بعد فإن من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا من أهل هذا الدين القويم دين الإسلام وجعلنا من أتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم فبذلك تحصل مرضات رب العزة والجلال وبسلوك هذه السبيل ينجو العبد من نار جهنم ويكون ذلك من أسباب سعادته دنياً وآخرة فإن هذه الشريعة المباركة شريعةٌ كاملة ما تركت فعلاً من أفعال البشر إلا وجاءت فيه بحكمٍ واضحٍ صريح وما تركت بابًا من أبواب الخيرات إلا وجاءت بالحث عليه والترغيب فيه وما من باب شر إلا وجاءت بالتحذير منه وبيان سوء عاقبته دنياً وآخرة والنصوص الشرعية الدالة على كما لهذه الشريعة متعددةٌ كثيرة وورد منها قوله جل وعلا ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء فهذه الشريعة وهذا الكتاب قد بيَّن أحكام أفعال العباد وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن مقتضى كما لهذه الشريعة ألا تترك فعلاً من أفعال الخلق إلا وقد جاءت ببيان حكمه والتعريف بالواجب تجاهه ومما جاءت به الشريعة من الأحكام أن نظمت المعاملات المالية وبيَّنت حكم الله عز وجل فيها فكان الأصل في الشريعة في هذا الباب أن بيَّنت أن الأموال وسائل لتحقيق أهداف وغايات وليست مرادة لذاتها بل يراد منها أن يُعبد الله جل وعلا بها فليست مقصودة لذاتها وحينئذ على الإنسان أن يستشعر أن الأموال والنقود إنما هي وسائل لتحقيق أهداف ومقاصد وقد جاءت الشريعة ببيان أن هذا المال متى صلحت نية العبد فيه انتفع به في الدنيا والآخرة ومتى فسدت نيته فيه كان وبالاً عليه في الدنيا والآخرة قال الله جل وعلا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُّلْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَهُلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ إِنْتَفَعَ بِمَالِهِ وَوَلَدَهِ وَقَرَّبَهُ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ زُّلْفَا ومثله في قوله تعالى يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فدلَّت هذه الآية على أن من أتى بالقلب السليم وهو الذي ينوي عبادة الله بما آتاه الله فإنه ينتفع بماله وولده يوم القيامة لأنه قد عمل فيه بمقتضى شرع رب العزة والجلال وفي مقابل هؤلاء يقول الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولذلك على الإنسان أن يستشعر أنه متى قام بشرع الله وعمل بدينه القويم واتبع الهدي النبوي الكريم سعد في الدنيا والآخرة وكان ذلك من أسباب استقرار نفسه وطمأنينتها ومن أسباب جلب الخيرات له في الدنيا والآخرة فعندما قال رب العزة والجلال ألا بذكر الله تطمئن القلوب لم يكن هذا خاصا بذكر اللسان بل شمل طلب العلم وشمل أيضا البحث عن حكم الله في النوازل لأنه من ذكر الله جل وعلا وقد قال تعالى مبينا أن من تمسك بشرعه وسار على هديه أفلح في الدنيا ونجح فيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة ولذلك على الإنسان أن يتفكر في سنن الله في الكون وطريقته في تحقيق العواقب للناس فما هي عواقب الأمور عندما يتمسك الإنسان بشرع الله العواقب تكون سعادة الدنيا والآخرة ووفور نعم الله على العبد إذا تقرر هذا فإن مما جاءت به الشريعة جاءت بتنظيمه وترتيبه ما يتعلق بالمعاملات المالية فإن الشريعة قد جاءت فيها بأحكام وقواعد تنتظم جميع أفعال المكلفين ما من واقعة تقع على العباد إلا وفي شرع الله حكم لها وبيان الطريقة الصحيحة للخروج فيها بأحسن الأحوال وأفضل الطرائق إذا تقرر هذا فإن القاعدة في الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل في العقود هو الحل والجواز والصحة واللزوم وذلك أن الشريعة قد جاءت ببيان ضوابط المعاملات بحيث إذا وجد شيء من العلل والمعاني التي منع الشرع منها وجب التوقف وإذا لم توجد تلك العلل فالأصل هو الحل والجواز ولهذا أيضا جاءت النصوص الشرعية بوجوب الوفاء بالعقود ولزوم هذه العقود قال الله جل وعلا في أوائل سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهود ومن العهود ما يجريه الناس فيما بينهم من العقود وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراظ منكم فأجاز التجارة وأحلها مما يدل على أن الأصل في المعاملات المالية هو الحل والجواز وهكذا قال الله جل وعلا وأحل الله البيع فدل هذا على أن الأصل في المعاملات هو الحل والجواز بل إن الله جل وعلا قد جعل هذه التجارات فضلا منه سبحانه وتعالى ومنة ونعمة كما في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام الآية ففي هذه الآية بيان جوازي أن يتاجر العبد في مواسم الحج وأنه لا حرج عليه في ذلك وفيها تسمية هذه التجارة فضلا لأنها نعمة من رب العزة والجلال وقد ورد في الصحيح من حديث بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا للعرب في الجاهلية فلما جاء الإسلام تحرجوا من تحرجوا من التعامل بها فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال أي في مواسم الحج وهكذا قال الله جل وعلا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فكان في أول الإسلام يجب على أهل الإسلام أن يصلوا صلاة الليل فخفف الله عز وجل عنهم وجعل من أسباب التخفيف أن بعض هذه الأمة سيتاجرون ويبتغون من فضل الله وهكذا في قول الله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فجعل المال وما يخلفه لإنسان خيرا مما يدل على أن الاكتساب وإجراء العقود المالية من الأمور التي يرغب فيها وحينئذ قد يقول قائل أين ما تذكرونه من الزهد وما ترغبون فيه فيقال بأن الزهد ليس المراد منه أن تترك الدنيا وأن يترك الاكتساب وإنما الزهد بأن يستعمل لإنسان الدنيا فيما ينفعه في الآخرة فهذا هو المعنى الصحيح من معاني الزهد وليس الزهد بترك الدنيا وإنما الزهد باستعمالها فيما ينفع في الآخرة ولذلك وجدنا أن أنبياء الله عليه السلام يكتسبون فقد ذكر من مهنهم وأعمالهم ما يدل على أن طريقتهم هي الاكتساب فكان نوح النجار حتى نجر السفينة وهذا موسى لما قدم إلى مدين عمل السنين العديدة في الزراعة وكان ذلك بمقابل ما يأكله وما يتزوج به وهكذا كان داود عليه السلام يأكل مما كسبت يده ولم يكن من شأن داود وسليمان عليهما السلام ترك الزهد بل مع ما كان عندهما من الدنيا العظيمة والخيرات الوفيرة فهم من سادات الزهد وهكذا إذا نظرنا في أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وجدنا أنهم دخلوا في أبواب التجارات وعملوا بها واكتسبوا الأموال العظيمة وأنفقوها في الخيرات فهذا عثمان رضي الله عنه في يوم العسرة تصدق بسبعمائة ناقة بأحلاسها وعتادها وهذا عبد الرحمن بن عوف كان من أصحاب الأموال وقد آتاه الله جل وعلا مالاً وفيراً ومع ذلك هو من العشرة المبشرين بالجنة ولذلك نجد علماء الإسلام وإمة الهدى لا زالوا يشتغلون بأنواع التجارات يستغنون بذلك عن سؤال الناس ويكون ذلك من أسباب قدرتهم على طاعة الله جل وعلا في النفقة على أنفسهم والنفقة في سبل الخير وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته على نفسك ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أعطيته مسكينا خير ذلك الدينار الذي أنفقته على نفسك إذا تقرر هذا المعنى فإن مما جاءت به الشريعة تنظيم ما يتعلق بأمور المصارف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقبل الودائع التي تُعطى له حتى أنه يوم الهجرة وكانت قريش قبل هجرته صلى الله عليه وسلم يأتمنونه على أموالهم ويضعون ودائعهم عنده ويسمونه الأمين فكان مثل هذا دليلاً على وجود أو على صحة ومشروعية أن يوجد من يحفظ أموال الناس وودائعهم وقد أُثر عن عدد من الصحابة كالزبير رضي الله عنه أنه كان يأخذ أموال الناس التي يُدعونها لديه ويشترط عليهم أنها قرض ويشترط عليهم أنها قرض ليضمنها عند تلفها وكان يعمل بها ويتجر ومثل هذا دليل على وجود أصل معنى المصارف في تلك العصور الأولى إذا تقرر هذا فإن المصرفية ماخوذة من المصرف وهي في الأساس يراد بها صرف النقود بمعنى استبدال بعضها ببعضها الآخر فمبادلة النقد بالنقد يقال لها صرف ولذلك سمي البنوك مصارف والأصل في كلمة المصرف أنها ماخوذة من مقابلة الشيء بالشيء ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وذلك أن القاتل كان يقال له في الزمان السابق مثل هذه الكلمة لا يقبل منه صرف ولا عدل فالصرف أدية لأنها مال يدفع والعدل المراد به إجراء القصاص بقتل واحد مقابل واحد هذا أصل إطلاق هذه اللفظة ثم أطلقت على سبيل المثل في كل أمر لا يقبل من الفاعل فيه ما فعله اعتذاراً ومحاولة لرد الأمر على ما هو عليه إذا تقرر هذا فإن المصرفية الإسلامية يراد بها الضوابط والشروط الشرعية التي جاءت في المعاملات البنكية والمالية فإن الشريعة قد جاءت بمشروعية التجارة وجواز ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لأصحابه الدخول في باب التجارة وإذا تقرر هذا فإن كما تقدم أن الأصل في المعاملات هو الحل والجواز إلا أنه قد منع الشارع من عدد من المعاملات بسبب وجود عدد من المعاني التي جاءت الشريعة بتحريمها والمنع منها ومن أمثلة ذلك الرباء ومن أمثلة ذلك الغش ومن أمثلة ذلك الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل ومن أمثلة ذلك أيضا التصرف في أموال الآخرين ولعلنا إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات أن نتعرض لشيء من المعاملات المصرفية لبيان الحكم الشرعي فيها ولبيان الطريقة الشرعية للتخلص من الممنوعات في هذا الباب وأول ما نعرضه في هذا الباب ما يتعلق بأمر الرباء والمراد بالرباء في لغة العرب الزيادة المراد بالرباء في لغة العرب الزيادة يقال رباء بمعنى زادة يقال رباء بمعنى زادة والرباء يراد به في الاصطلاح الشرعي الزيادة في أموال مخصوصة على طريقة مخصوصة وقد جاءت النصوص بالمنع من الرباء وبيان أنه من الكبائر ومن عظائم الذنوب ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم روس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال جل وعلا الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الرباء ويربي الصدقات وإذا تقرر هذا المعنى فإن النصوص النبوية قد جاءت مؤكدة للنصوص القرآنية في تحريمي الرباء وبياني أنه من الكبائر فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل الرباء وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهديه والنصوص التي جاءت بتحريم الرباء كثيرة متعدد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في النصوص بيان ما هو الممنوع في هذا الباب وما هي أنواع الرباء والنظر في النصوص يجد أن الرباء الذي وردت الشريعة بتحريمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها رباء الفضل والمراد به بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما زايد عن الآخر والمراد بالربوي كل سلعة وجدت فيها علة الرباء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح رباً إلا هاءً وهاء فهذا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أصول الربويات فأول هذه الأصول الذهب والفضة وقد اختلف العلماء في العلة التي من أجلها ثبت الربا في الذهب والفضة فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك هي الوزن في الجنسي وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب طائفة إلى أن العلة في هذا الباب هي الثمنية في الجنسي كما هو المأثور عن الإمامين الشافعي ومالك والقول الثالث يقول بأن العلة هي مطلق الثمنية وهذا رواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من أهل العلم ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال في هذا الباب وذلك أن مقصود الشرع من منع الربا في الذهب والفضة ألا تتحول النقود التي هي وسيلة للشراء والاكتساب إلى أن تكون سلعة مقصودة بذاتها يجري فيها التراب بين الناس وعلى هذا فإن كل أمر يجعله أو كل سلعة يجعلها الناس ثمنا لغيرها فإنه يجري فيها الربا ومن أمثلة ذلك النقود الورقية ومن أمثلة ذلك النحاس والمعادن التي تجعل نقودا تشترى بها الحوائج إذا تقرر هذا فإن السلع الأربع الأخرى المذكورة في الحديث السابق أيضا لها علة لا بد من ملاحظتها عند تطبيق أحكام الربا في البيوعات وقد قال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بأن العلة فيها هي الكيل أو الوزن وذهب الإمام الشافعي إلى أن العلة فيها هي الطعم وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن العلة فيها هي القوت والادخار وعلى ذلك يترتب تطبيقات متعددة على هذا الاختلاف ولأظهر أن النصوص قد دلت على أن الطعم مؤثر في جريان الربا وأن الكيل والوزن أيضا مؤثر فيها ولذلك فإن الصواب أن العلة في السلع الأربع هي الكيل والوزن مع الطعم فإن النصوص قد دلت على اعتبار الأمرين فلا سبيل إلى إلغاء أحدهما إذا تقرر هذا فإننا نعلم أن العلة للربوية ثلاث أولها الثمنية وثانيها الكيل مع الطعم وثالثها الوزن مع الطعم فإذا تقرر هذا فحينئذ نطبق ضابط ربا الفضل الذي ذكرته قبل قليل حيث قلنا في ضابطه بيع ربوي والربوي إما أن يكون ثمنا وإما أن يكون مطعوما مكيلة أو موزونا مكيلة أو موزونا مطعوما فكل سلعة وجدت فيها إحدى هذه الصفات الثلاث فهي من السلع الربوية قال بيع ربوي بربوي من جنسه أحدهما متفاضل والمراد بالجنس كل سلعة يطلق عليها اسم واحد تستقل به فإنها تكون جنسا واحدا ومن أمثلة ذلك التمر فإنه أنواع متعددة لكنه جميعا يطلق عليه اسم التمر ولذلك كان جنسا واحدا وهكذا أيضا فيما يتعلق ببقية السلع إذا تقرر هذا فنورد أمثلة لرباء الفضل المثال الأول لو باعه ألف صاع من التمر من نوع الخلاص في مقابلة خمسين صاع من تمر السكري فهنا حصل بيع ربوي لأن التمر من السلع الربوية لأنه مكيل مطعوم بربوي من جنسه فإن الآخر تمر أيضا أطلق عليه نفس الاسم ربوي من جنسه أحدهما متفاضل فكان ربى الفضل يجري فيه وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له تمر من النوع الجيد فقال أكل تمر خيبر مثل هذا قالوا لا يا رسول الله إن نبيع عين من الجنيب بالصاع من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الرباء وقد حكي عن بعضهم أنه قصر الرباء على النسيئة ولم ير جريان الرباء في الفضل واستدل على ذلك بحديث أسامة إنما الرباء في النسيئة ولكن هذا الحصر لا يراد به حصر الرباء بجميع أنواعه وإنما أراد به الحصر التعويضية بحيث يراد بهذا الحديث الرباء الكامل أو الرباء عظيم الإثم أو نحو ذلك إعمالا للأحاديث الأخرى التي أثبتت جريان الرباء في أحوال الفضل والصواب أيضا أن ما ورد من السلع التي يجري الرباء فيها ليست مقصودة لذاتها وأن كل ما ماث لها فإنه يأخذ حكمها كما قال به جماهير وأهل العلم خلافا لأهل الظاهر وذلك أن الشريعة عادلة ومن عدلها أنها تسوي بين المتماثلات فما كان من السلع مماثلا للمذكور في الحديث فإنه يأخذ حكمه في جريان الرباء فيه والنوع الثاني من أنواع الرباء رباء النسيئة رباء النسيئة والمراد بربى النسيئة بيع ربوي يشاركه في العلة أحدهما مؤجل بيع ربوي بربوي يماثله في العلة أحدهما مؤجل وقد تقدم معنا أن الربويات على ثلاثة أنواع الأثمان والمطعومات المكيلة والمطعومات الموزونة فإذا وجد سلعتان يشتركان في علة واحدة حرم النسأ بينهما ومن أمثلة هذا ما لو باع ذهبا بفضة فإن الذهب ربوي والفضة ربوي وهما ليس من جنس واحد وإنما اشترك في العلة وهي علة الثمنية مثال آخر إذا باعه برًا مقابل تمر فمؤجل فحينئذ يجري رباء النسيئة في ذلك لماذا؟ لأن التمر ربوي علته الكيل والطعم والبر ربوي علته تماثل علة التمر فحينئذ قلنا بأن رباء النسيئة يجري فيهما لكن لو باع تمرًا بذهب أحدهما مؤجل فإنه لا يجري فيه ربا نسيئة لماذا؟ لأن العلة بينهما مختلفة ومن شرط ربا نسيئة اتحاد السلعتين في علة الرباء ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد فإذا اختلفت الأصناف فباختلاف أجناسها وكانت العلة بينها واحدة حرم التأجيل فيها لأنه يكون من ربا النسيئة لأنه يكون حينئذ من ربا النسيئة وليعلم بأن السلع التي لا توجد فيها العلل السابقة لا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة ومن أمثلة ذلك المعدودات والمذروعات فإنه لا يجري فيها الربا لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة وذلك لأنه لم يوجد فيها علة الربا ومن أمثلة هذا ما لو باعه سيارة بسيارتين فإن السيارة ليست مكيلة ولا مطعومة وبالتالي لا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة فلو باعه سيارة مقابل سيارتين بعد أجل جاز ذلك وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسلف البعير بالبعيرين من إبل الصدقة وذلك أن البعير من المعدودات وليس من المكيلات وليس من المكيلات ولا الموزونات وحينئذ نعلم أن السلع التي مدار البيع فيها على العدد فإنه لا يجري فيها الربا إذا تقرر هذا فإن النوع الثالث من أنواع الربا ربا القروض وذلك بأن يقرضه بفائدة فإن القرض في السلع الربوية بفائدة نوع من أنواع الربا سواء كانت الفائدة من جنس المال المقرض أو من غير جنسه ومن أمثلة هذا ما لو أعطاه ألفا على أن يردها ألفا وخمسمائة بعد سنة أو سنتين فهذا ربا قرض وهو من أشد أنواع الربا حرمة لكونه يجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة ويزداد إثمه بمضاعفة بمضاعفة الزيادة عند التأخر عن السداد وربا القرض لا يشترط فيه أن تكون الزيادة من جنس مال القرض بل لو اشترط عليه زيادة من غير جنس مال القرض فإن الربا يجري ومن أمثلة ذلك قال له أسرفك ألف ريال تردها بعد سنة بألف ريال وعشرة صناديق من التفاح فإنه حينئذ يعد من أنواع الربا وحتى ولو كانت الزيادة عملا أو الزيادة منفعة ومن أمثلة هذا ما لو قال له أسلفك ألف ريال تردها بعد شهر بمثلها ولكن تقوم بتغسيل سيارتي في الأسبوع مرة فهذا عمل زيادة على القرض وحينئذ يكون من رباء القرض ومثل هذا ما لو قال له خذ السيارة انتفع بها مقابل أن تقرضني ألف ريال أردها ألف ريال مثلها فإن هذا أيضا من رباء القرض لكونه قد انتفع فيه مقابل القرض إذا تقرر هذا فإن مما يؤكد عليه في باب الرباء حرمة الاحتيال على هذا الباب فإن بعض الناس قد يتعامل بشيء من المعاملات فيها حيلة ربوية يريد ظاهرها موافقة الشريعة ولكن حقيقتها مخالفة الشريعة فهذه الحيل محرمة لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها وبذلك قال جماهير أهل العلم ويدل على تحريم الحيل الربوية قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم حيث ذم الله عز وجل المنافقين بكونهم يخادعونه ومن أنواع المخادعة الحيل الربوية ومما يدل على المنع من الحيل الربوية ما ورد في سورة الأعراف من قصة أهل القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت فبيّن الله عز وجل أن من شأنهم أنهم يقومون بالتحيّل على المحرّم والمحظور الشرعي فإن الله منعهم من الاصطياد يوم السبت ولكنهم تحيّلوا فنصبوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله فلم يكن منجيًا لهم وقلبهم الله عز وجل قردةً وخنازيرًا ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتعرّض لشيء من الحيّل الربوية في درسنا القادم أسأل الله جل وعلا أن يوفّقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهدات المهتدين كما أسأله سبحانه أن يُصلِح أحوالنا وأن يُدِرَّ أرزاقنا وأن يُبارِك لنا فيما آتانا وأن يجعلنا موفّقين في كل أمورنا كما أسأله جل وعلا أن يُصلِح أحوال المسلمين وأن يردّهم إلى دينه ردًّا حميدًا وأن يجعلهم متمسكين بشرعه عاملين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا صلُّوا عليه اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصولةematics سوني صحتتم صلى الله عليه وسلم